وأخيرا البحث العميق أصبح متاح داخل شات جي بي تي في الخطة المدفوعة بلس كان مقتصر في الفترة السابقة فقط على الخطة البرو اللي هي 200 دولار في الشهر ولكن دلوقتي فتحوها للخطة البلس اللي هي 20 دولار في الشهر فالنهاردة إن شاء الله هنجرب مع بعض هذه الميزة وهي ميزة الديب ريسورج داخل شات جي بي تي يلا بينا متابعي قناة انفو تيك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم مروة سليمان وفيديو جديد إن شاء الله على القناة وزي ما سمعتم كده في أول فيديو هنتكلم بإذن الله عن الديب ريسورج داخل شات جي بي تي وديب ريسورج موجود ومتاح في حالة استخدام أي من النمازج الموجودة داخل شات جي بي تي سواء كان جي بي تي فور أو أو جي بي تي فور أو with schedule the tasks أو أو 1 أو أو 3 mini أو أو 3 mini high والموديلز الأخرى زي فور أو mini وجي بي تي فور لذلك هو موجود معك أي نموذج هتستخدمه هو موجود معك بالنسبة للسيرش البحث العادي موجود في كل النمازج أعتقد معادة أو 1 أو 1 السيرش فيها ما ينفعش أن أنت تفعل وبالتالي لو أنت فعلت الديب سيرش مش هينفع تفعل السيرش والعكس يعني أنت هنا بتفعل الديب سيرش بتضغط عليه هتلاقي السيرش طبعا مش بيتفعل لأن هنا أنت بتطلب منه بحث أعمق هنا أنا هختار جي بي تي فور أو وحبتدي أن أنا هنا أسأله سؤال محتاجة فيه بحث عميق السؤال ده هستخدم فيه اللغة العربية هقوله هنا سألت وقلت له استخدم الأبحاث العلمية فقط وقم بإعطاء تقرير مفصل على المستوى الأكاديمي عن أفضل استخدامات تطبيقات الحوسبة الكامومية أو الكمية في الرعاية الصحية وبناء على هذه الأبحاث اعتني رأيك أو مثلا قم بالإجابة على السؤال هل يمكن أن تخرج هذه التطبيقات حيث التنفيذ في القريب العاجل ممكن بدل ما أقول اعتني رأيك أقوله قم بالإجابة على سؤال خطي نقطتين كده فوق بعض هل يمكن أن تخرج هذه التطبيقات حيث التنفيذ في القريب العاجل وهنا هبتدي أن أنا دوس انتر وحنشوف حيعمل إيه هنا حيجاوب علي طبعا باللغة العربية لأن السؤال باللغة العربية لفهم نتاق البحث بشكل دقيق حيبتدي يقولي هل لديك أي تفضيلات زمنية للأبحاث العلمية أنا طلبت أن هو يدور لي في الأبحاث العلمية فهنا بيقولي مثل آخر خمس أو عشر سنوات أسأني سؤال زي كده دي حاجة كويسة جدا أنا ممكن أقوله مثلا أقتصر عشان موضوع ما ياخدتش مثلا وقت كبير ممكن أقوله آخر خمس سنوات وهل ترغب في تضمين جميع مجالات الرعاية الصحية ولا التركيز على مجال معين زي اكتشاف الأدوية هقول آخر خمس سنوات وركز على اكتشاف الأدوية هدوس ستارت خدت بالك اختلف هنا مش انتر ستارت هنا قال لي هقوم بإجراء بحث أكاديمي شامل يستند إلى الأبحاث العلمية الحديثة التي نشرت خلال السنوات الخمسة الماضية حول تطبيقات الحوسبة الكامومية في اكتشاف الأدوية وحيبتدي يركز يقول لي هركز على الفوائد المحتملة وكمان هيحلل إذا كانت هذه التطبيقات يمكن أن تنتقل إلى التنفيذ الفعلي في المستقبل القريب بناء على التحديات التقنية مدى تبني الشركات الدوائية لهذه التقنية ومستوى النطج الحالي للبنية التحتية للحوسبة الكامومية وسأعود إليك بتقرير مفصل قريبا حيبتدي أنه هو يدور من المفترض أن عملية البحث ماكسيموم بتوصل ل30 دقيقة ولكن هنا أنا قلت له ركز على آخر خمس سنوات وعلى أكتشاف الأدوية فأعتقد أنها هتاخد وقت أقل هرجع لكم إن شاء الله بعد عملية البحث ونشوف النتيجة إلا حيدهنا شاجي بتي فرقو باستخدام البحث العميق وارجع لكم مرة تانية بعد ما انتهى عملية البحث العميق داخل شاجي بتي باستخدام جي بتي فرقو وهنا أعطاني مقدمة عن تطبيقات الحوسبة الكامومية في اكتشاف الأدوية دور الحوسبة الكامومية في تسريع وتحسين اكتشاف الأدوية وحتاخد بالك إنه هو بيحط لك السورسز تقدر ناكنت تدوس وتروح مثلا هنا للويبسايد لو حبيت إن أنت تروح وتشوف الجزء اللي هو بيتكلم عنه لو نزلنا هنا على أمثلة من الدراسات العلمية الحديثة وهنا أعطاني محاكاة ومناهج ولو رح ندوسنا على المصدر حنلاقي المصدر دي المقالة أيضا هنا أعطاني التحديات التقنية والعملية أفاق التطبيق الفعلي هنا أنا عايزاه يجاوب لي بقى على السؤال اللي أنا طلبت منه في الآخر وده المهم بالنسبة لي وهو مدى إمكانية التطبيق الفعلي في المستقبل القريب هنا بيقول يصار سؤال حول موعد انتقال الحوسبة الكامومية من المختبر إلى التطبيق العملي تشير الاتجاهات الحديثة إلى أنه في المستقبل القريب حيتم التركيز على تأثير الحوسبة الكامومية على مهام جزئية محددة ضمن خطة اكتشاف الدواء بدلا من إحداث ثورة شاملة وفورية يعني بيقولك أن هم حيركزوا على جزئية بدل ما يحدثوا ثورة شاملة وفورية مرة واحدة في عالم اكتشاف الدواء وهنا بيديني بعض الرؤى الخاصة بهذه الأدوات زي الفحص الإفسراضي لمركبات وحاجات طبعا أنا مش هتفهم فيها قوي يعني ده مش تخصصي ولكن هنا هو جاوب لي على الجزء اللي أنا عايزاه وهنا جاوب بشكل أنا شايفا هو واقعي يعني قال لك لأ الموضوع هيكون برضو بارشي يعني هيبقى جزي مش هيبقى كامل وشامل هنا بيقول أن التوقع ده مش بيقلل من أهمية الإنجازات المحققة اللي هي أرادة تم تحقيقها وهنا حيديني فيه الخاتمة يعني جزء بتاع الكونكلوجين بتاع كل التقرير اللي هو عطهولي ده من أوله لأخره وزي ما قلت لك بتقدر تروح لأيا من هذه المصادر علشان تبص عليها زي ما احنا شايفين عطوني تقرير مفصل على الجزئية لنا طلبتها وزي ما قلت لك أنا طلبة آخر خمس سنين وطلبة فقط في مجال الدواء هو خات حوالي خبستاشر دي نقدر نقول في عملية البحث العميق ده بالنسبة لأول يعني اختبار للبحث العميق باستخدام شاة جي بي تي فور او تعال نغير هنا النموذج ونستخدم الأوثري ميني الأوثري ميني هاي كويس مع الكودينج واللوجيك أنا هستخدم هنا أوثري ميني وحبتدي أدوس نيوشات وحفعل الديب سرش هنا أنا قلت له بطلب منه أنه هو يديني دلائل على أن الـ AI حيستبدل بعض الوظائف بنهاية عام 20-30 وطلبة منه الريبورت يكون على درجة عالية من الأكاديمية في عملية البحث and valuable references والريفرانسز تكون قيمة اللي حيعمل منها الريبورت طبعاً أنا هنا مفعالة ديب سرش وهنا أنا مفعالة أيضاً الشاة جي بي تي أو ثري ميني أو مستخدمة شاة جي بي تي أو ثري ميني في هذه العملية وحبتدي أدوس انتر وحنشوف حيقول لي إيه أو حيسألني إيه قبل ما يبتدي عملية البحث أنا بيقول لي to provide a high level academic report في هذا الموضوع فمحتاج إنه هو يعني يسألني شوية أسئلة أو محتاج بعض الديتيلز هنا بيقول لي هل في بعض الجوبس معينة أنت حباً أنت تشوفيها أو تسألي فيها بالنسبة لي السورسز هل تحبي academic journals هل تحبي government reports تقارير حكومية industry white papers do you want a focus on economic هل محتاج إن كنتي تركزي أو عايزة تركزي على economic technological أو social implications any specific format requirements مثلاً بالنسبة للcitation ABA Harvard أنا مثلاً هقول له ABA citation أديره بقى إجابة على هذه الأسئلة هنا ممكن أبتدي إن أنا أقول له في مجال the health care مثلاً customer services academic journals في الجزء التكنولوجيكل وحقول له ABA بالنسبة للcitation أو الاقتباس بالنسبة للformat وحبتدي أقول له start هنا بيقول لي إن هو حيبتدي أعمل عملية بحث in depth وهنا بيقول لي إن أنا هدور فيه جزء بتاع health care والcustomer service بنهاية عام 2030 جزء المتعلق باستبدال الوظائف وbased on high level academic sources الbe-reviewed journals حيبتدي إن هو برضو من خلال البحث في الbe-reviewed journals والreports حيركز على technological aspects وحنشوف النتيجة دلوقتي مع بعض وطبعا الصيتيشن سيكون الbe-reviewed الفرمات الخاص بالاقتباس انتهى من عملية البحث أعتقد إن هو أخذ 12 منت research completed in 12 منت دور في 29 sources المصادر أيضا introduction المصادر لو رحت هنا هتلاقي المصدر تقدر تروح للمصدر وتشوف وتقرأ أيضا الأدوار اللي في هاي ريسك إنها يتم استبدالها هنا عطاك هذه الوظائف زي اللي هو تقريبا أخصائي الأشعة والرديولوجيست وأيضا بعض الوظائف الأخرى منها الفارماسي administrative staff في مجال customer service أعطاني customer service representatives اللي هو cool center agents الشخص اللي بيتصل بيك cool center telemarketeers الناس اللي بتعمل تسويق عن طريق التليفون طبعا نتمنى أن ما يتم استبدال الوظائف completely ولكن لازم نكون aware بالحاجات دي ونقدر نحن نطور من نفسنا وندور على بعض الأحيان بديل يعني لازم ندور دايما بيك plan بي نحن ندور على بديل لو إحنا حاسين نحن مهددين بوظيفة دايما تكون بتطور من نفسك قدر الإمكان في الوظائف اللي فيها الاستعانة بيك لازمة أو واجبة يعني حيستعين بيك حيستعين بيك ممكن أنت تستخدم الـ AI علشان يدود الإنتاجية أو يسهل لك بعض الأعمال وفي الآخر خالص حيديك بقى الجزء التكنولوجي اللي طلبت منه أنه يركز عليه و و يعني عامل بحث أنا شايف بشكل عميق جدا حتى الكونكلوجين وهنا الريفرانسيز والأي بي إي سايتيشن بالنسبة للمصادر الفورمات الخاص بالاقتباس ده بالنسبة للتطبيق الثاني العملي للبحث العميق باستخدام شاجي بي أو ثري مني ده بالنسبة لتجربتنا النهاردة وكده مكون وصلنا إلى آخر الفيديو أتمنى تكونوا استفدتوا وتم التطبيق بشكل عملي قدامكم عشان أيضا تشوفوا خاصية البحث العميق ممكن كمان تقدر تقارنها ما بينها وما بين هذه الخاصية في بعض النماذج الأخرى وتقول لي رأيك في التعليقات زي بقولك في نهاية كل فيديو لا تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء لا تنساش لايك وشيروا وكومنت ضمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة